شكراً محمد التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري في قطع غزة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء بلجيك أليكزاندر دي كرو تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في قطع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي استشد خمسة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبر جنوب مدينة غزة وفي شرقي خان يونس استشد فلسطيني بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في منطقة عبسان الكبيرة يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على مناطق جنوب شرق دير البلح إلى هذا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوب قطاع غزة أصيب فلسطيني بشظايا رصاص وعشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن بريت مكورك كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط سيزور مصر وإسرائيل الأسبوع الحالي لبحث المفاوضات المتعلقة باتفاق تبادل المحتجزين فضلا عن مسألة شن إسرائيل هجوم بريا على رفح الفلسطينية وفي التطورات طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة خلال أقرب وقت ممكن اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤكدوا على دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه في ظل الظروف الحالية فإن أي هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة وجهت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المغر تحذيرا لإسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية وأكدت دول الاتحاد أن أي عملية عسكرية محتملة تضاعف من الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو واحد ونصف مليون لاجئ فلسطيني في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل وبعد انتهاء المحادثات دعا جميع الوزراء في بيان مشترك إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل لإجراء محادثات وذلك بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون توبيخا رسميا للسفير البرازيلي في تل أبيب ردا على تصريحات الرئيس البرازيلي لولادا سيلفا التي أدان فيها العضوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة حيث أكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من ورش العمل حول انضمام مصر لاتفاقية بريكس بمشاركة أعضائها ذلك في إطار الاهتمام بالملف الاقتصادي باعتباره من الأولويات ونقشت الورش أثر انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بالنسبة للأمن الغذائي وأثر توسع بريكس على التداول بالعملات المختلفة وعلى سعر الصرف خاصة بمصر كذلك أثر توسع بريكس على حوكمة النظام المالي العالمي وأزمة الدين العام انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل